من زلقتم هنا وهناك لأنه من اليوم الأول الذي أعلننا فيه عن هذا المشروع اجتهدت أطراف خارجية وداخلية محاولة إطفاءه إطفاء شعلته من اليوم الأول والله أنا أتذكر بسم الله الرحمن الرحيم اليوم أعلنت أطلقت هذه الدعوة أتذكر عندكم في المسجد في الحملة الأولى لبيك فاطمة عليها السلام وقلت نريد أن نعمل فيلم عالمي عن الزهراء عليه السلام ثاني يوم مباشرة يدي الزولي لإخوة يبلغوني شنو كاتبين هذول بعض المعممين وشنو قايلين وأنه شنو هذا الفيلم وما يصير وما يصير وما يصير ومن هذا الحجي وتشكيكات واحد منه وصلا كان كاتب أتذكر واحد منكم واحد بالخليج كان كاتب بالبحرين كاتب ليتم أصلا منتهل يعني الصفاقة لا لا ليتم أصلا ليتم كأنه يعرف الغيب يعني سبحان الله ليش كل هذا طبعا تصفية حسابات تدرون صاحبكم هذا اللي يتكلموا ياكم عنده مشاكل كثيرة عنده جبهات كثيرة عنده أعداء كثر والمشكلة ليتهم أهل مرؤة ليتهم ينتقدون حقا يكذبون والله يكذبون عليكم ربما ماكو شخصية شيعية في هذا العصر كذب عليها بمقدار ما كذب علي يعني الأكاذيب مع الأسف لأني ملتزم بمرؤتي أني لا أدخل في معارك شخصية وتصرفات صبيانية وطفولية ما أرد بعض الناس من الجهل وعدم التدقيق في الكلام يصدقون هذه الاتهامات والأكاذيب من اليوم الأول شككوا في هذا المشروع وأنه ميتم لا أصلا ماكو فيلم ماكو شيء أصلا طيب الآن شنو شلون تم هذا إذن فلا تخافون الله تعالى يا أخي حتى لو كان واحد خصما لنا حياء من فاطمة الزهراء عليه السلام إذا نادى بأن ينتج شيئا لأجل فاطمة الزهراء عليه السلام يوصل دمعتها للعالم نستحي على أنفسنا نخجل عيب نقول عندنا خصوموية بس لا نوقف ضده خلي نسكت حسنا ملازمة من ناصره ليس شرطنا أن نناصره وندعو إليه بس خلي نسكت حياء من الزهراء عليه السلام يوم القيامة شون نقابلها إحنا والله ولا حياء عندهم يعني لأجل خصومات في المواقف لأني قلت عنكم إنكم سعيتم في هدم الإسلام مثلا لما يأتي مثل هذا المشروع الذي هو حلم الشيعة على الإطلاق كان الشيعة فيما قبل يحلمون أن يوم من الأيام يستطيعون أن يوصلوا صوت أهل البيت عليه السلام وقصتهم في أفلام عالمية منتجة بهذا المستوى العالمي كنا نحلم بذلك أنتم ما وفقتم له الله وفقنا ليش روحوا ابحثوا لماذا هذه أمور تتعلق بالنية سلامة النية صفاء النية الإخلاص وأن الإنسان يظهر كبير أمام الحجة بن الحسن عليه السلام أقصد كبير بأخلاقه بالتزامه أنه ما يدخل في هاي المعارك السخيفة التافية القيل والقال ناضج حتى يحوز بركته صلوات الله عليه واروحي فداه أنت لا أمقضيها بشنو؟ من اليوم الأول مقضيها تصفية حساباته ليش هذا تكلم عني هالشكل؟ ليش هذا قال عني هالشكل؟ أخوذ معاه معركة وتصرف فيها الطاقات والآن طبعا معتادين كلهم أدهم بعد انترنت ومشاكل وسائل تواصل اجتماعي وكل واحد بعد يصفي حساباته كما يشاء نحن نضحك عليكم إحنا ما فاضي لكم إحنا هنا في خدام المهدي عليه السلام نعمل العمل عندنا مقدس هذا ينباح ذاك ينعاق ذاك ما أدري ينهاق كل واحد شكال ألوان خلي تكون من هذه الأصوات المنكرة ولا نبالي وهكذا ربينا من هم تحت يدنا على ألا يبالوا ونعاقبكم بذلك هل هناك أروع من مدرسة أمير المؤمنين عليه السلام في مثل هذه الأمور؟ لا يوجد في مدرسة أمير المؤمنين صلوات الله عليه ما عوقب الأحمق بمثل السكوت عنه؟ هذا إحنا نعاقبكم بالسكوت ونترك الأمر لوعي الناس هو الريد الناس هي التي تعيه وتخوض هذه السجالات وتخوض هذه الأمور حتى تتبلور الأمور لأنه الإنسان يستطيع أن يكتشف المنافقين والكذبة والدجالين وذوي المطامع الشخصية وذوي الحسد ومن شاكل والمنحرفين من لسانهم بس شوي يدقق يركزين ويستعين بالله تعالى ويذكر البسملة أكثر من مرة ويصف قلبه أربعون أربعين يوما خلص يكتشف فورا يكتشف من هو الصادق ومن هو الكاذب من اللي بالفعل قلبه محروق على أهل البيت عليهم السلام يريد أن ينصرهم ويريد أن يبلغ العالم عنهم ويفشي في العالم نورهم يبث نورهم ومن الذي لا هو مستأكل يستعمل آلة الدين للدنيا وإلا ما يرفع علم على هذا المشروع من اليوم الأول مقالات كان يكتبون مقالات مفصلة طويلة عريضة ملأوها بالتشكيكات حتى هذا المشروع لا يرى النور والله ليطولن وقوفكم يوم القيام صحيح ما أثرتم علينا ولا أحد يقدر يأثر علينا صحيح ما أوقفتم هذه المسيرة ولا أحد يقدر يوقف هذه المسيرة إذا وران الحجة ابن الحسن أنتم منه نحن من قوم مؤمنون على ثقة من أمرنا وديننا بحمد الله تعالى فميهمنا ولكن كل الذي مع الأسف نتأسف عليه هو أنكم أنتم وقعتم فيه ما كنتم تحتاجون إلى كل هذه المعركة التي خرجتم منها خاسرين معركة أوصلتموها حتى إلى الضرب مع الأسف والإدماء على الشنو الآن ما تندمون؟ طبعا بلغني أنهم ندموا يعني وصلني من بعض الإخوة أنه بعض هؤلاء الذين تورطوا في مثل هذه الأفعال الصبيانية الهوجاء الطائشة بتحريض من آخرين ندموا الآن وأوصلوا إلى يعني الأخ المعتدى عليه كذا أنه إحنا ندمانين كبرنا كذا بس بعد شيء خلاص شيء سجل في صحيفتكم سودة عليكم خلاص جبتوا السودة لأنفسكم أمام الزهراء عليه السلام يا أخي الواحد شوية يسمو بشخصيته ليش ما تصيرون عندكم سمو خليكن عندكم سمو لا تنحدروا وتهبطوا إلى هذه المستويات إلى هذه الدركات حتى وإن كنتم في خصومة معنا خير إن شاء الله إحنا إخوة لا معصومين ولا جئنا نفرض أنفسنا عليكم نحن أصحاب نظرية معينة ومناج معين جهادي مقتنعون به بحمد الله وناطحنا به من ناطحنا به وإلى الآن ما استطاع أحد صراحة أن يقنعنا بأن منهجيتنا هذه خاطئة ها نحن نحقق إنجازات ما كنتم تحلمون بها لا أنتم ولا عشر من أمثالكم نحن مقتنعون بما نحن عليه غطاءنا الشرعي أيضا موجود فما هو الإشكال؟ عندكم خصومة معنا؟ خاصمون على مشكلة لكن بشرف لا تضع العصى في الدولاب لا تقف أمام كل خطوة نهضوية نريد أن ننهض بالشيعة بها خطوة توصلنا إلى العالمية أنتم لا تعرفون إلى أين سنصل بإذن الله تعالى نحن لسنا مثلكم بصراحة لا نفكر بطريقتكم ولا أنتم تفكرون بطريقتنا نسأل الله أن يهديكم يا أهل العالم الثاني يا أهل العالم الثالث الرابع العالم كله نتمنى ونسأل الله تعالى أن يهديكم ويوفقكم للذي وفقنا له نحن لا نحتكر شيئا ونكون من أوائل الداعمين لكم أيضا لو كنتم هكذا ترجمة نانسي قنقر